بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع Practice Exercise يقولي من خلاله هنوضح كيفية عمل بناء برنامج للCNC Tuning Machine فلو نظرنا إلى الإجزامبل اللي قدامنا بيقولي The portion and figure has been turned Use the rough and finishing Turn Recycle To write CNC program For Machine Depart أول حاجة زي ما اتفقنا من قبل في المقاطع السابقة هو دراسة الدروينج ونعرف الجيومتري بتاعت الشكل اللي موجود قدامنا عشان نستطيع نعمل عملية البرمج ضح أول مفهوم في دماغك ما هو المطلوب عشان أعمل البرمج أنا الماشين اللي أنا شغال عليها بتشتغل في Two Axies ألا وهما X والZ يبقى أنا عشان أعمل بروجرام إنجلي الـ Exercise اللي موجود قدامي لازم أعرف فين نقطة البداية وأين X و Z لكل نقطة من النقاط اللي أنا بشتغل عليها فأنا مبدأين لذي إننا عارفين من هذه النقطة هي هتبقى Work Piece Zero Point نقطة اللي هتبقى أوتوماتيكا على طول إنت عرفتها بإيئيه زيرو و زيرو هذه هي النقطة بتاعتنا بتاعة نقطة البداية بتاعتنا بعد كده أيه المطلوب اللي أنا أعرفه آه ذه أول ما بدأت لقيت أن هنا في أرك مطلوب أن أنا إيه أبرمج أرك يبقى أنا عرفت إيه هالكود اللي هبارمج به لأرك آه يبقى بدأت لإيه المطلوب أن أعرفه عشان أبرمج 할ق مطلوب أن أعرف إيه هو الكود اللي أنا هبارمج به لأرك اللي هو إذا كان 1983 أو G02 وهنعرف إيه الفرق بالأتنين وإمت أستعمل ده وإمت أستعمل ده وعايز أعرف الـ X والـ Z وكمان ببار ماج أرك يبقى الأول ما تشوف G03 محتاج X و Z و R طيب يبقى إذن أنا محتاج أعرف الـ X والـ Z الـ X أهو مدهاني أنت دائما أبدا بتكتب للبرنامج النقطة اللي أنت هتوصل لها يبقى الأرك ده بدأ من هنا أنا عنده نقطة دي وانت لازم أحددله ما هي نقطة النهاية لأنها وصلها لها X كانت بخمسة والـ Z عبارة عن إيه يبقى أنا مشي تقدي في هذا الاتجاه آه minus 1 أو minus 0.1 يبقى كده X و Z طيب والـ R كانت بخم 0.1 يبقى أنا كده عرف طيب بعد كده بعمل ايه يبقى إذن أنا بحدد النقاط طيب عشان ما تهش أنا عايز أعرف كم نقطة لنا هبرمج شوف المستويات اللي أنت عملت عندها القاط يعني أنت شايف التمرين بتاعنا هو عمل ايه جايبي يقول لي ايه شوف كم 1 2 3 4 5 6 دول 6 مستويات مختلفة 3 4 5 6 دول اللي هم ايه 6 مستويات مختلفة يبقى أنا إذن مطلوب مني إني أنا أبرمج 6 مستويات المختلفة طيب هبرمجهم ايه قال لي تعالي على كل نقطة ويعرف الكوردنات ستاعتها وهي دي تبقى الجنوية يعني كل مستوهج يعني أنا يقضي أول نقطة هذه النقطة اللي هنا هو لازم يعرف ايه اهي مشان بدأت بالنقطة دي الأول يبقى دي النقطة دي لازم يعرف يبقى ده عشان الارك طب بعد كده مشيت هنا يبقى دي النقطة هنا اللي ايه ناهيت لي ايه الانجتودانال ترنج يبقى لازم يعرف النقطة دي طب البيفل احنا قلنا في الهنس عشان نعرف نبرمج منه لازم نعرف السمول ديمتر بتاعه او من هنا لحد هنا نعرف السمول ديمتر قد ايه ونعرف اللارج ديمتر قد ايه يبقى برمجنا البيفل ماذا تعني عايزب تعرف كراءة الرسم الصحيح ماذا تعني نهو بقول لي 0.06 times 45 يعني معناها انه بيقول لي شوف انا هنشوف كده يبقى دي ايه المسافة اللي احنا بناخدها هنا ودي كده اهي هي دي المسافة اللي هي بيقول لي عليها 0.6 خلاص يبقى ايزا هي المسافة اهي 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 المسافة اللي احنا ايه هنشتغل عليها هي دي المسافة اللي هي ب 0.6 طيب و ايه اللي بقو 0.6 اه طيب يبقى ايزا عشان اعرف ايه هتقول لي طيب وانت ليه مهتم بجوزء دا ماهو دي المسافة اللي انت هتنمشها في Z مش احنا اتفاقن نحن عندنا X و Z يبقى دين المسافة اللي هي مش في Z تعال نكمل بعد كده خلاص ده لقيت ان انا بعمل ايزا برمجها اه ادي النقاط اللي انا بلول هنا اتبال اه ادي النقاط دي طب مجرد ما عرفت هذه النقاط اقدر اعمل البروغرام بتاعي بسهولة جدا وده اللي احنا ان شاء الله هنتعرف عليه في المقاطع الجاي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته